بعد الزراعة احنا بند فرصة للزرعة او الامبلانت او الغرسة دايما بحب اقول يعني ان هي تبقى تمسك في العظم لان بيحصل الالتحام عظمي بينها وبين العظم الفك تمام اللي هو بنساميل اوستو انتجريشن وده بياخد على الاقل منموم شهرين ده مع احسن الزرعات في العالم او الشهرين دول عشان اقدر اركب عليها تركيبة السبتة النهائية ايه لكن لو انا هسيبها اكتر يعني لو قعدت اكتر من كده او لما بعد ما بازر على طول بركب عليها تركيبة مؤقتة تركيبة مؤقتة دي هي اللي هو بيرجع يسفر بيها ويرجع تاني يمشي بيها فترة اللي هي فترة سبتة شهور او لحد سنة ايه ما فيش مشكلة ولما بيرجع بنيدر ان احنا ايه زي هنا مثلا دي كل الامبلانت اللي احنا عملنا في الفك العلوي طبعا ده ما اقولكيش ان انا حطيت البريتج ده السابت بعد الزراعة على طول ماينفعش ده تحط بعد اربع شهور من الزراعة طب هل الاربع شهور هتفضل ماشية كده؟ لا بنعمل تركيبة مؤقتة بتمشي بيها الاربع شهور دول لحد ما تيجي بعدها ونركب لها التركيبة السابتة ولو ما قدرتش يا دكتور تيجي بعد اربع او ست شهور تقدر تقريبا تقعد بيها قد ايه؟ برحيطها ممكن لحد ست شهور لحد سنة ما فيش مشكلة ما يمحفظ عليها مثلا الصيف ده تزرع والصيف اللي بعده تركب اللي هو الفاينل وفي الفترة دي بيماشي بالتركيبة المؤقتة طبعا يعني بيحفظ عليها ووقت باله على قد ما يقدر منها لان تركيبة المؤقتة بتبقى ضعيفة برضو يعني فبيتحايل كده عليها لا بس معلومة مهمة جيدا يا دكتور لان فيه ناس فعلا بيبقى مختلط عليها الامر طب انا ازاي في اسبوعين هزرع طب ده انا بسمع في السوشيال ميديا او من دكاترة كثير ان الموضوع بيقعد من 3 ل 4 أو 5 شهور زي ما حالك بتقول ازاي فأفهم النقطة دي ويقول انا عايز اركب ابن مسافر وبتاع اخلاق لا التركيب النهائي ما بيقلش عن شهرين من وقت الزراعة ده المنموم ولما كنا انا مستعمل احسن الزراعات ويعني والعظم بتاع البيشنت او اللعيان نفسه سليم ما في المية ما فيوش اي مشاكل صحيا كويس حاجة كتير او عوام كتير اللي هنمشي بيه وبقى برضو مزور الاسنان والدحكة والاكل